بل العجب الأكبر أنهم يقولون الأولياء يسمعوننا يقضون حوائجنا يستجيبون لنا بإذن الله لأن الله أكرمهم بإذن الله نعم الله لا يأذن أن تدعو من لا يسمع ولا يستجيب وهو غافل قبل أن تقولوا الميت يسمع ويستجيب بإذن الله عليكم أن تثبتوا لله أن الولي يسمعكم ويستجيب وأنه ليس بغافل إذا أثبتتم ذلك خرص هذا دليل على أن الله أذن إذا ما استطعتم أن تثبتوا ذلك ووقع فيكم قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هكذا فعل سيدنا إبراهيم لما رأى قومه يدعون هؤلاء الموتة اللي صورت الأصنام بصورهم قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ها سألهم إذن هو ينتظر إجابتهم ما أجابوا قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون فمتى ثبت السمع والاستجابة وعدم الغفلة ثبت الإذن من الله لأن الله لا يأذن أن تدعو من لا يسمع وإذا سمع ما استجاب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يأذن بطلب الدعاء ممن يسمع ويستجيب فيدعو صح وهكذا كان يفعل الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقولون له يا رسول الله ويطلبون منه أن يدعو لهم هذا أذن الله به لكن لما يقول رب العالمين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون مين هنه؟ نعود إلى أول الآية والذين يدعون من دون الله شوء شبهون؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يعني المدعوين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون لأنه إثبات الحياة لهم مع غيبهم يعتبر تأليه لهم شوفوا ماذا يقول رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه والله فرق بين الحي والميت وما يستوي الأحياء ولا الأموات لا أنتوا عندكم أحياء وأموات نفس الشيء نفس الحكم ما بيصير الله عم يقولكم أموات غير أحياء لا يسمعون لو سمعوا ما استجابوا مش بس هي وهم عن دعائهم غافلون أنتوا عم تفهموا الآيات القرآنية؟ أنتم تقرؤون كتاب الله والله لو كل حبشي قرأ كتاب الله لا عرف حقيقة هؤلاء كيف يأذن الله لكم وهو يطالبكم أن تثبتوا أنهم يسمعونكم إذ تدعونهم ويستجيبون لكم كيف يأذن لكم تفعلون ما حرم الله وتقولون بإذن الله مطلوب منكم الدليل على أنكم إذا دعوتموهم سمعوا وإذا سمعوا استجابوا وأنهم ينفعونكم ويضرونكم وأنهم ليسوا بغافلين عن دعائكم هذا مطلوب منكم قبل أن تزعموا وتدعوا على الله كذبا أنه أذن بأن تدعوا من لا يسمع ولا يبصر ولا يستجيب كيف يأذن الله أن ندعو غيره وهو يريدنا أن نلجأ إليه عند الضر كما هو في الآيات الواضحات وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الآيات واضحة جدا كتاب الله واضح الله يريد منك أن يتعلق قلبك به وأن تلجأ إليه وتدعوه ليس فقط عند الضر وإنما دائما وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر أيوب لما مسه الضر نادى رب العالمين ما قال يا المدد يا عباد الله لا هذا هو المطلوب وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت نادى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين يدعون رب العالمين منين أنتوا جايبينها إذا أصابكم الضر المدد يا سيدي رفاعي المدد يا عبدالقاد الجيلاني يعني هذا شرك هذا من الشرك بالله عز وجل طيب إذا كانوا يسمعون ويستجيبون طيب لماذا لا يحذرون يعني عدم الظهور من الله ليعلم من يخافه بالغيب طيب هدول إذا كانوا أحياء ويسمعون طيب لماذا لا يحذرون هل هم يخفون أنفسهم عننا ليعلموا إن كنا نخافهم بالغيب لكن عبدالقادر الجيلاني ميت وهذا سبب عدم سماعه وعدم استجابته يعني يفتحوا أبره وفحصوا أذنه وفحصوا دقات قلبه وفحصوا عيونه إذا كان بيشوف وفحصوا ديناه إذا كان بيسمع وفحصوا قلبه إذا كان بيضؤ كيف لما كان حي ما كان يسمع المليارات ولما ميت الآن واستحال ترابا صار بيسمع المليارات يا عمي من خرج من الدنيا لم يعد له صلة بالأحياء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لخرج وصل بالناس إماما في مسجده وبيقولونا شو؟ أبو جعفر الطحاوي يا عمي أبو جعفر الطحاوي قال وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات راحوا الأحباش عكسوها وفي دعاء الأموات منفعة للأحياء هيك صارت عند الأحباش أين أنتم من التوحيد القرآني تشركون وتقولون بإذن الله أثبتوا أنهم يسمعون يستجيبون يحضرون يخرجون من قبورهم جيبوا كاميرا العالم مملوء بالجوالات الآن خذوا لكم يا عمي جوال روح على قبر الجيراني قلوا لي يا شيخ الجيراني طلع من الأبر عايزين الضروري المدد عندي مشكلة وانطروا انطروا لكن الله قال عن انتظاركم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين نحن نختبركم باختبار إبراهيم لقومه هل يسمعونكم إذ تدعون؟ طيب نحن نسألكم هل يسمعونكم إذ تدعون؟ إن قلتم نعم نجيبكم بجواب الله الذي قال وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ انتعون تكذبوا الله الله سبحانه وتعالى يقول مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ هيا أثبتوا استجابتهم ولكن هايهات هايهات أن تفعلوا إن كانوا يستجيبون معناته سوف يحذرون لو كان فعلا هناك استجابة لن رأينا أثرها ألف وأربعمائة سنة بحّت أصواتكم المدد يسيدي والمدد يسيدي مين من الحضار؟ من منهم استجاب؟ ولا حدا على مدى مئات السنين حتى الآن مما يدل على كذبكم أنهم يسمعون ويستجيبون تحدي رباني إن تدعوهم لا يسمعون دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إذن بالنتيجة من أول تزعمون أن الله يأذن للولي أن يسمع ويستجيب إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنهم لا يسمعون لا يستجيبون غافلون لا ينفعون ولا يضرون فكيف يأذن الله لمن هو حاله؟ والله بيّن لنا كيف أن إبراهيم امتحن قومه سألهم هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ما استطيع يتكلموا آه يمكن الأحبيش يقوله هو عم يسألون عن الأصنام لا خدوها من ابن حجر قال في فتح الباري المجلد السادس صفحة ستة ستة تمانية وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام إذن الأصنام رموز للصالحين الأموات من قوم نوح وهذا الذي تفعلونه وله من ناسين الأبر اللي دفنينه للحبش وحطينه مكيفات ومكات ما شاء الله لشو حطينه مكات ومكيفات بدي يعرف وزريعة ليه؟ ليش؟ هذا عمر رضي الله عنه رأى قوما يضعون مظلة فوق قبر صاحبهم أو أبيهم فقال ما هذا؟ طالوا مظلة نظل بها ميتنا قال دعوه يظله عمله يظله عمله أنا أطالب من عوام الأحباش أن يتنبهوا أن يقرأوا القرآن القرآن ممتلئ بآيات تحرم دعاء غير الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وجعل الدعاء عبادة فقال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وأنتم مطلوب منكم أن تخلصوا في العبادة صح؟ فاعبد الله مخلصا له الدين صح؟ تابوا الله أمركم أن تخلصوا لله الدعاء فادعوا الله مخلصين له الدين الأولى في سورة زمر وهذه في سورة غافر يعني السورة اللي بعدها فاعبد الله مخلصا له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ليش العبادة بتخلص فيها لكن الدعاء ما بتخلص فيه بتوجه لغير الله تناقض لم تفهموا أن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعتقولوا الله أذن وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتره ترجمة نانسي قنقر